ايوة يا والدي ايوة يا بابا ايوة يا والدي قال له خير قال له انت بتكلم مين قال له بكلم صحابي صحابك انت عندك كم صاحب قال له عندي الف قال له الف قال له طب صحابك الانتين كم قال له مية قال له طب صحابك اوي كم قال له عشرين قال له متأكد انهم صحابك قال له اه قاله طب اتصل بيهم اتصل بواحد فيهم تكون انت بتعزه اوي وحارف ان هو صاحبك اتصل بيه قاله اقوله ايه قاله اقوله والدي تعبان قاله ايوة يا صاحبي قاله نعم قاله بابا تعبان جدا قاله الف سلامة هبعط لك رقم دكتور تكلمه وقفل التليفون قاله اتصل بواحد تاني اتصل بواحد تاني كانت النتيجة ايه قاله ايوة قاله والدي تعبان قاله الف سلامة معلش عشان فيه فيه ظروف ومش هادر اجيلك وقالف ألف سلامة وحفل التليفون قاله دول صحابك قاله قاله طب فيه واحد صاحبي بيجي لي كل أسبوعين يزورني بقاله سنين قاله اتصل بيه وقاله والدي تعبان عايزين نشوف رد فعل اتصل بصاحب بابا ايوه يا عمي بابا تعبان عمه قفل التليفون في وشه بصل بابا وفرحان من جواه انه فرحان جواه انه هو مطلعش زي صحابه يعني صحابه كمان تلعه أحسن من عمه فوالده بصله كده وضحك واستنى عشر دقايق ربع ساعة لقى الباب بيخبط فتح الباب مين لقى صاحب بابا ومراته وابنه ودكتور رح بصيسله كده قاله بص ده صاحب الجامعة وهو ده موضوع حلاثنى النهاردة صاحب واحد يكفي مساء الفل نورتونا ووحشتونا النهاردة اي من زميلي قبل انا مدخل عليه الهواء كان بيتكلم عن الصاحب الجدع الصاحب اللي وقت الشدة تلاقيه الصاحب اللي طبطب عليك وقت الوجع الصاحب اللي عندك بالدنيا يعني بيخوش عنك كل حاجة وحشة في الدنيا اللي بيسندك صح النهاردة جاية بس رد قصص وحكاية الصحاب الصاحب ممكن يكون قريب منك لكن بتشوفه على فترات ممكن يعد شهرين 3-14 لكن بيبقى غيابه في حياتك زي دور برد رخم لكن هو متواصل ويمتصل معك بمجرد مكالمة تليفون بيقولك ايوه انت فين وما بيعاتبش عليك ما بيلومكش ما بيقولكش انت مأثر ليه لا بيقولك فيك ايه حلو اوي الصاحب اللي يقولك فيك ايه حلو الصاحب اللي يحسك من نبرد صوتك يا مساء الخير يا عيمن معلش انا ندمكت في الكلام عامل لي اخبارك لا الحمد لله ايه رأيك في الصاحب الجدع عملة نادرة الصاحب دي حاجة قليلا اوي 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 وشبه بقت منقردة تمام في اصحاب كتير عندنا كل واحد دلوقتي بيقول اننا عندي مئة صاحب ومتين صاحب بس النتيجة ايه ولا واحد فيهم هيبقى معاك يجي وقت الشدة صاحب واحد يكفي النظرية دي سليمة جدا واحنا لازم نكون كل واحد فينا عند واحد او اتنين هم حياته هم اللي عارفين اسرار وهو اللي عارف اسراره هم هم اللي بيساعدوه هم اللي بي بيكونوا معاك وقت الشدة هم اللي بيلحقوه وقتا ما يكون محتاجهم من غير ما يقلب المصلحة انه هو يكون عايزهم بس ما يقولش بس يلاقيهم ودي حصلت كتير وفي مواقف كتير هنسردها بخصوص الموضوع ده وفي مواقف كتير هتجينا ان شاء الله من المداخلات وهنسمع الصاحب الجدع ايه في حياتنا من شوية في فيديو تعرض بتاع شعبان الفنان الراحل شعبان عمرحيم واحمد عدوية احمد عدوية فنان محترم فنان جميل كان راح اول معارف ان شعبان عيان وحب يوسيه ويغنيله موال ويخرجه برا الموت فارفش عنه بالحدة اللي بيحبها ده كان دقايق وحتى شعبان كان فيه غيبه والله يرحمه كانت النتيجة ان يديد تتحرك وابتده يلاغي الفنان الكبير عدوية ومن المفارقات الجميلة اللي ان شعبان عنده ابن مسميه عدوية ده برضك انا شايفها حاجة ده ده مصاق الاخلال بتثبت ان هم اصحاب جدا لو من ما كانش معروف في الوسط الفني ان فيه علاقة مندمجة جدا جدا بين الاتنين كده بس انا سعيد جدا ان انا شفتها وسعيد جدا ان فيه ناس لسه بيحبوا صاحبهم للدرجة دي فيه ناس ايمن بيحبوا صاحبهم للدرجة دي وفيه ناس ممكن تكون متعرفهمش من سنين بس معاهم موقف بيعلم بيحصل لك موقف معاهم بيعلم بيعلم في قلبك بيعلم في روحك بيعلم في حياتك بيخلي الدنيا تختلف مقايصها وموازنها انا يعني من هنا بشكر ناس صحابي كتير جدا 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 بس ملقتش من الكتير جدا جدا دول غير قلة قليلة ممكن همهم حزني همهم فرحي همهم واجعي همهم ان هم يتطبوا على كتفي ويقولوا مالك من نبرة الصوت همهم يعني عندي مجموعة من صحابي وبحب اشكرهم من هنا وكلهم على راسي من الصغير الكبير لما عرفوا ان انا بدأت اعمل برنامج جديد بعد فترة انقطاع عشان كان عندي حالة نفسية سيئة فهم حبوا ان هم يوسوني حبوا ان هم يطبطبوا علي بس بطريقتهم حبوا يفرحوني وجابوا لي ترطايا وهيسوا معي فرحة ببرنامجي انا عايز اقولكو ان اللمسات دي بتفرق جدا في الحالة النفسية فعلا الصاحب الفرفوش رزق فعلا الصاحب الحنين رزق الصاحب الجدع بمليون رزق الفيديو جاهز معنا يا جماعة بتاع الحصان بتاع شعبان ياريت نطلع به على قد ما هو الفيديو مؤثر وعلى قد ما هو بيوجع بس بيوريك قد ايه ان القب كان صاحب بيوريك قد ايه ان القب على قد فطرته وعلى قد الطيبة بتاعته وعلى قد ان هو في ناس كتير قوي كتير كانت ممكن مش هنقول بتستقل به كان ممكن مستصغرة امته في الحياة لكن هو عندي ولاده كان صاحب جدع كان دايما يقولهم اتحكوا في وش الناس طبطبوا عن الناس راعوا الناس خليكوا منهم مهما ربنا اداكوا خليكوا منهم هو ده صاحب الجدع اللي مهما ربنا يديه ويعليه ما ينساش اللي تحتيه الصاحب الجدع اللي في وقت الشدة بيجري عليك بيجري عليك بقلبه مش لازم بفلوسه بيجري عليك بعينه وبروحه مش لازم بنفوزه الصاحب الجدع اللي يوم ما تقول اي الا تطلع من قلبه قبل قلبك بس يا طرى في زماننا ده وده سؤالنا للمشاهدين بقى اللي بيشاهدونا في البيوت والزميلة في الاستوديو ولكل الناس اللي حوالي يا طرى الوقت ده لسه في صاحب جدع لسه في صاحب جدع يا عيمن الصاحب جدع موجود بس في صاحب بقى من نوع تاني اللي هو صاحب اخوك صاحب اختك صاحب مراتك صاحب جوزك صاحب الناس اللي هي قريبة منك اللي من دمك لان دول هايبوا اكتر ناس بيخافوا عليك الصاحب ده نوع مختلف بس ساعات بيبقى في صاحب يتقال له انت يعني اخي الذي لم تلده امي يعني فالصاحب ده بردك الناس مفتقداء في مواقف كتير للصاحب في انواع صحاب تاني في صاحب الغربة ده حاجة تانية خالص وفي صاحب المصلحة يا عيمن وفي صاحب المصلحة بس ده خارجك مصنع بس انا بحكم خبرتي وبحكم رايتي اكتشفت ان الصاحب في الغربة بيختلف تماما عن اي صاحب تاني معشان كده بيقولك عايز تعرف صاحبك بجد صاحبه في طريق سفر بالزبط فصاحب الغربة ده حاجة تانية الصاحب اللي هو بينصحك عشان خاطر ما تقعشف مشكلة في شغلك الصاحب اللي بيوقف جنبك وبيلحقك لما يكون في مشكلة فالصاحب كلمة الصاحب الجدع احنا مفتقدانها عايزين نسمع قصص عن الصاحب الجدع من اصدقائنا المشاهدين في المدخلات مفتوحة في قصص كتير ممكن نسردها مع بعض واحنا بجد سعداء جدا ان احنا مع بعض النهاردة ويا ريت موضوع البرنامج يكون عجبكم ايمن معنا اتصال واقل من القاهرة اخدوا انت السلام عليكم وعليكم السلام مسهلا عرفنا حوالتك عليكم السلام ورحمة الله بركاته انا متابع للحلقة انا متابع للحلقة اتفضل وبتكلم عالصاحب الجدع اتفضل احكي لنا موكف انت تكون مريد بي مع الصاحب الجدع والله حضرتك انا الموكف اللي هو بتاع الصاحب الجدع في علم هو لما والدي كان في المستشفى ومتوفي الله يرحم وصاحبي جي طبعا البيت عندي وحضر المواضيع بتاعتي المتوفي كلها واضح لي كل حاجة والنستة في المستشفى يسلم يسلم طبعا من ضمن المواكف اللي انا بعتزي بها جدا جدا لصاحبي ده ايمن وما قدرش اقوله غير شكرا على هو اعمل معي ده تابعك يا ايمن ولا ايه اهلا وسهلا لا 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 اهلا وسهلا وانا اتشرفت بيك يا استاذ وايل لا انا اشرفني يا استاذ ايمن اشرفت الزايمان اللي بحضرتك ربنا يخليك انا ايمن بانساو ده صاحب عمري يعني ربنا يخليه يعني ياريت يكون ايمن سمعك ويعرف قدي انت بتحبه ويعرف قدي ان انت شايل فضله واجميله ده على راسك نورتنا نورتنا وايه نورتنا يا استاذ وايه معانا تصل تاني تفضل يا نور هلو هلو ايوه هلو السلام عليكم عليكم السلام وتشرف بيك مادام شايمان ازايك يا شايمان عاملة ايه ربنا يخليكي حافظتي كنت عايز اكلم طبعا من المرة اللي فاتت عايز اقولك مادمك تحصر وروعك بجد تسلمين يا ربنا يعني حضرتك من الناس اللي مش عايز اكتصاري للقلب كده وقريبة لنا ربنا يخليك يا ربي وضع لنا القبول في الهرب حتى زينا فربنا يوفقك بصراحة وكل مواضيك تحفظ سواء الموضوع بتاع المرة اللي فاتت او موضوع المعزة تسلمين يا رب وفعلا فعلا الصاحب الجدع رزق في الزمن دوت اكيد انا عم نفسي صحابي من الناس اللي بيهونوا علي كتير او طبعا اهلي ربنا يخليهم بيا بس الصحاب دولت ليهم طعم تاني وحاجة اللي خالص اكيد طبعا ممكن طب تحكي لي موكف كده مع حد من صحابك لا والله هم ليهم موكف كتير الصراحة يعني كتير الواحد مش هيعيد بس افتك الموكف منهم كنت فعلا برضو في مرة متضايقة وكده وعمل بتاعة عياد ميلادي بكتئت كده شوية فلقيت منهم برضو مفاجئة لحظة كنت بتحكيها انهم استقروا عيد ميلادي وعملوا لي عيد ميلادي فاديكة حاجة جميلة طبعا عندي جدا كل سلامت طيبة مقدما يعني رب بيكي حبثت يا رب ودايبا كده نشوفك مناور يا أستاذة نور وكتير من المواضيع الشايقة بتاعت حضرتك رب بني عيدك وطبعا طبعا مناور بس معلتش بقا الصوف النعم بيحن البعض بيحن البعض اصحاب اهلا وسهلا اهلا بيك يا شايمة هنوارتين بالتصوير هلو معنا تصاب تاني صارة صارة من دميات اهلا وسهلا اهلا وسهلا وسهلا عليكم السلام يا حببتي عليكم السلام منين يا صارة احنا من دميات مرحبا مرحبا اهلا من دميات وناسها اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلي تفضلي ممكن انت وطي تلفزيون سنة وطي تلفزيون سنة عشان تسمعينها شاحب الجدع زبان انت حضرتك بتقول كده وطي تلفزيون سنة زيارة عشان نسمع بعض وطيه خالص وطيه خالص تفضلي يعني واحد ما يحب يصاحب جبعة زمانتا بتقول يصاحب اتنين ولا واحد كفاية هو اكتر من عدد كاف في ايدي يبقى كتير لان هم دول اللي هتلاقيهم ولو اكتر يبقى خير بس لو وصلت للرقم ده يبقى ممتاز طبعا يبقى حاجة حلوة وإحنا مفتقدينها أفقني عليهم يصاب مواقفهم صاحبهم بمواقفهم شوفي مين اكتر حد يتكلم معاك لما حد يتكلم معاك وينصحك بحاجة وحس انه مفيش بينك وبينه مصلحة وبينصحك لواجه الله بينصحك ومش عايز منك حاجة غير انه هو يشوفك بس مبسوطة بينصحك وعايز راحتك اللي يقف جنبك اللي يكون في ظهرك في اي مشكلة اللي يكون معاك في فرحك اللي يكون معاك في كل حاجة اللي يكون معاك في حزنك وفي فرحك وفي مشاكلك ربنا بيجيب مشاكل طبعا اللي يتمنى لك الخير دايما اللي لما يلاقي حاجة حلوة يجيبها لنفسه ويجيبها لك هو ده الصاحب الجدع شكرا سارة وتشرفنا بك بتقول مش عارفة تختار ازاي الصاحب الجدع ومش عارفة تميزهم الصاحب موقف الصاحب في الدنيا دي موقف في نمازج كتير عن الصاحب في صاحب يلاقي صديقه بيمر بأزمة مالية ممكن يساعده بفلوس يعمل ودني منتين ودني منعجين بس ده مش حل بس ممكن الصديق الجدع مش يساعده بفلوس يدوله على شغل ينصحه يفهمه يقوله ايه اللي ممكن يعمله عشان يقدر يقف على حيله ويقف واقفة كويسة المواقف دي انا شفتها بعيني بدرجة اني وصلت لصديق عزيز علي اعرفه شخصيا ايمن معنا اتصال الو اتفضلي عليكم السلام عليكم عليكم السلام تشرف بيكي الله يسلمك تسلمي يا رب تسلمي منورين البرنامج والله ده انتو اللي نورتونا ربنا يخليك يا رب ربنا عايزك يا رب تسلمي انت عملاي كويسة اه تمام الحمد لله سخير في الياح ما والله اهلا بيكي اهلا بيكي نورتين انا ما تشرفتش باسمك الو اهلا بيكي ياسر وط التلفزون شوية ياسر اهلا بيكي ياسر الغي الصوت اتفضل ياسر تمام تمام اتفضل ياسر انا كنت من فترة عرفنا بنفسك الاول ياسر منين؟ من المنصورة اتفضل المنصورة اتفضل اتفضل اه انا كنت من فترة عرفت خديق بس هو يعني بالاسس يعني ما طلاش صديق حسن الاختيار صعب لا هتتعب كتير عشان تلاقي الصديق اللي انت بتدور عليه اه كتير احنا مش هنسرد قصص الناس اللي هي اكتشفت في الاختيار احنا مش عايزين من عرض الناس الوحشة احنا عايزين الناس الجدع الخصص بتاعت او حكاية لصديق انت لمس معاك لمسة حلوة الصديق اللي لمس لمسة وحشة مع حد كتير لو البس olutely كتير قوي كتير فوق ما تتخيل اللا احنا ما ندورش على الصديق دا لاني ما يستهلش احنا نتكلم عنه اذا بنتكلم عن الصديق اللي هو يستهل انه هو يتحط في لحظ الشرف اللي هو يستهل انه انت لما تخلف طفل تحكي له عنه اللي هو يستهل لما تيجي تكون تعبان تقولها توري صاحب الفلان الفلاني هو ده اللي احنا بنتكلم عنه وولا احنا تشاركنا بيك يا ياسر تفضل يا نور معاك اللي تفضل كتير يا عيمن معايا رؤية من انا علو علو طيب المدخلات كتير واخنا فرحلين جدا هو بيقولك ان الصاحب بعمل معايا مواقف رحشة احنا النهاردة مش جايين نقولي المواقف الوحشة يا جماعة عشان اللي بيعمل معاك مواقف وحش خدوها مني نصيحة بيبقى ندل فاعتابي النادل اكتنابه اكتنبه ابيض عنه ما تقربلوش ولا تحاول حتى تفكر روحك بيه ولا انه هو كان معاك في يوم انسى خالص سقطه من الزاكرة حتى يوم ما تعدي عليه وتشوفه اعمل كأنك مش شايفه خليه حاجة شفافة معلمتش فيك ولا قصرت بالعكس هي قوتك وزودت امتك وعزمتك اكتر لان انت كل ما بيقع منك نيس وانت في قرار نفسك شايف نفسك بني آدم كويس بني آدم مش غبي بني آدم جدع بني آدم بتصون العيش والملح بتصون قطعة الرغيف قطعة الرغيف دي يا جماعة لها ايما كبيرة معنا ام عبد الرحمن من البحيرة اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بك سبحانه بصراحة البنامج بتاعكم جميل قوي تسلم يا رب تسلم ربنا يباريك لكوا ببعض يا رب ربنا يباريك لكوا ببعض يا رب مبسوطين بالبحيرة وأهل البحيرة والدلينجات والصواف وكل الناس اللي على بعضها بتخاف نورتينه الصاحب طبعا نمازج كتير وإن شاء الله هنسمع تاني ولو عايزين تقوله أي سامي صحابك وتشكروه على هو ده شيء يسعدنا أيمن معنا اقتصال تاني كريمان ألو 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 أيوة كريمان معيك نورتينه أيوة الله عزين الصاحب الجدع أيوة كريمان معيك نورتينه ممكن توطي التلفزيون شوية؟ ماشي انا وطتها واحد ماشي ماشي حاضر حضلك الخير يا رب التلفزيون وطي خلص ألو؟ عيوة معيك يا كريمان ماشي اه صاحب الجدعة بفضلت لعمر جدعة اكيد احكينا موقف احكينا موقف كده يا كريمان احكي موقف اني انا عايزة اقولك حاجة فضلي احسن صاحب ولا صاحق ولا اتنين لو اتنين يبقى حاجة كويسة من عند ربنا ده رزق جايلك هتكراهي ممكن يكونوا اتنين صحابك قوي تلاتة صحابك قوي اهم حاجة يكونوا صحابك احنا مش كارهين ان هو يبقى واحد او مش عايزين هو يبقى واحد بس بالعكس نعم بنتمنى كل الناس يبقى جدعين كل جدعة وكل الناس يبقى صحابنا بس احنا عايزين نيعرف منك اه اتفضلي معيك لو في موقف احكولنا احنا مع سمعينك الو الو معانا محمد من القاهرة اهلا وسهلا السلام عليكم سلامة الله وبركاته ازاكو سيد ايمن ازاكو سيد زنوف الله يسلمك يا رب تسلم اتنورتونا الحمد لله خير تسلم يا رب تسلم نورتنا يا محمد الحمد لله يا محمد في مثل كده اوستاذ ايمن برضو معلش انا حرج ما زكفتوش اتفضل اتفكي شر من احسنت اليه زحية اصب يعني برضو الواحي لما بيشعب علامة زعلان من حد بقى عايز برضو صاحبه اللي زعله دا يشعر او يشعر عليه على فكرة لو صاحبك مش هتستنان لو صاحبك مش هينيمك زعلان لو صاحبك مش هيعدي اليوم اللي لما يصل اوستاذ ايمن بالله علي قوله اكتير الكلمة دي ما هو ده الصاحب اللي احنا بندور عليه احنا بنتكلمش على الصحاب اللي هو يخصمك بالسنة وبالشهر وبالسبوع لا 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 ايه محمد كمال شيحة اهلا وسهلا ماشي يا محمد ايوة يا محمد كمال احتمعانا مش هيسيبك زعلان صاحبك اكيد علو خط اطعم ماشي شكرا 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 اه نمازج كتير وهنشوف حاجات كتير الصاحب انا قلت للصاحب بلطايا الغربة بيختلف عن اي صاحب تاني اكيد انا شفت القصص كتير ومريت بمراحل كتير قابلت الصحاب الصحاب اللي بيخاف عليك اللي بيسأل عليك اللي بيتطمن عليك اللي مفيش ضغينة ولا حقد منك اللي مفيش ان هو شايل منك حاجة وهينام وسايفك انت شايل منه بالعكس الصاحب اللي هو صاحب منهم يقولك والصاحب كمان اللي ما يتحكش في وشك هو المرافقين المرافقين بس دول ما يستهلوش برضك ان احنا نتكلم عنهم دول بيقعون اه ما يستهلوش نتكلم عنهم نهائي لان هو يوم ما هيجيب سيرة حد في عادته معاك حد تالت صاحبكو هيجيب سرتك في عادته مع غيرك هو يعرف ان من قال ليك قال عليك بالزبط بالزبط وإحنا طبعا يعني عايزين نشوف نمازك كتير ايه؟ ونمازك كتير معنا اتصال سارة ايوا السلام عليكم عليكم السلام نورتين يا سارة سارة اسمعاليا ازيك يا رامد هم اصدع نور الله يخليك يسلم عمرك يا ربك اسلامي ازيك سارة ازيك الحمد لله تمام ربنا يعزك يا ربك اسلام يا سارة فكريها؟ سارة اسمعاليا 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 بتاع بابا ايه معاكي صح كده؟ زي ما هو؟ لأ احنا الراجل ده لازم نجيبه هنا ونعمله حلقة عليه طيب احنا بنطلب من الاعداد ياخد تليفون سارة ونتواصل معاها وان شاء الله يبقى في حلقة بينها وبين باباها معنا وده هيكون ان شاء الله قريب جدا فلو انتقدر تسيبي تليفونك في الاعداد هنكون صعدة البرنامج بتاعكو حلو كتير على فكرة انا فلسطينية بس يمكنك بالاسمعاليا بينا ان الله جاء ولي صاحبة اللي صاحبة كانت فلسطين صراحة انا كنت بحبها كتير وبصراحة صديقة دايما كانت معي ودايما كانت دايما مسانداني وكده بس لما انا اجبت في الاسمعاليا وهنا يعني صراحة انا لاتش صحاب يعني من الرومة كلها موسيقى ومن الانسان يبقى العليم في اشي لا هتلاقي يا صارة طول ما انت عايشة في الدنيا هتلاقي وهتلاقي العواض الجميل هتلاقي ربنا بيعواضك سدقيني هتلاقي ان شاء الله هتلاقي الصاحب اللي والصاحبة اللي هم قريبين منك لو ليكي اخت صحبيها لو ليكي عم صحبيه لو ليكي اخ صحبيه لان هم دول بردك لازم يكونوا مننا مش لازم يكونوا الصاحب شخص في الدراسة خالي خالي يعني تعرفنا في الدراسة وعرفنا في جار يعني لان فيه انواع كتير من الاصدقاء في صديق يعني انا هحكي قصة سريعة كده عن الصداقة معلشي ولو فيهم داخلها تستنانا شوية يعني كان فيه اتنين اصدقاء رحين يدوروا على شغل في مكتب سفريات للخارج الاتنين الاصدقاء دول واحد اسمه عبد الرازي واحد اسمه محمود انا اعرفهم شخصيا الاتنين رحين يدوروا على شغل في مكتب سفريات مع تروش قابلوا بعض تعرفوا على بعض خدوا تليفونات بعض تاني يوم راحوا يعملوا واحد عبد الرازي راح يعملوا مقابلة في مكان تاني من غير ما يعرف محمود اتصل بيه لان هو اتعرف عليه فهو مقابلة واحدة بس بس حاس ان هو من جوا احد قايز اعيوه يا محمود فيه مقابلة تسفر في مكان تاني راح قابله وتقابله وراحوا مع بعض وكانت النتيجة ان الاتنين سفروا والاتنين بقالهم النهاردة ست سنين في الغربة عاديين مع بعض في قوضة واحدة بيكلوا مع بعض بيشوروا مع بعض كمة في الصداقة بينهم اللي اتنين بيحبوا بعض جدا والي اتنين كمة في الرجولة الصاحب ده اتولد بموقف لا يذكر بس في الاخر اكتشفوا ان هم اللي اتنين يستهلوا يبو صحار فضال يا نور معنا سارة ألو ألو ايوة ازايك سارة نورتين والله يا سارة فضال يا حبيبتي عايزة أسلم سبعي أهلاً وسهلاً ازايك يا سارة الحمد لله انا بنت عمتك أهلاً وسهلاً يا سارة ازايك عرفتك ازايك انا فرحان ان انا سمع صوتك ازايك يا سارة اتكلمي وقت التلفزيون احكينا بقى موقف عن الصداقة بقى والصحاب اللي في حياتك يا سارة آآ جدعين ورصاي ايه آآ اما كويسين ورصاي وجدعين قوي احكينا موقف موقف انتي حسى بيه ان دي صاحبتك قوي كنت برضو في الملادق وعملين الانفادة ربنا يخليكم بعض وانا فرحان اسمات صوتك يا سارة طب وايمن بالنسبة الايمن مصطحبك ولا ايه سارة خططة واضح ايمن انت مصطح لا بالعكس بص يا ايمن زي ما بنتكلم النهاردة عن الصاحب الجدع لازم اتكلم فيه حاجات كتير اوي حلوة في حياتنا زي ما فيه صاحب جدع زي ما فيه اخ جدع زي ما فيه اخت جدع زي ما فيه ظروف بتخلق لنا ناس حوالينا بتدينا طاقة ضوء احنا عندنا النهاردة كان نموذج جاريت الجماعة ينزلوا بالصور كده نقول نمازج مشرفة نمازج مضيئة نمازج من ضمن يعني من تحت الوجع تلعب بحاجة مفيدة ما استسلمتش الوجعها ما استسلمتش الحزن اللي فيها لقيت ناس تطبطب عليها ناس تسقف لها لما تلاقي فيه عندها طاقة وعزم انهم يعملوا حاجة حلوة حد ورنا كده ورنا يا جماعة صورة كده من السور لطفل عنده 12 سنة بابا ومامته انفصلوا الولد اتحمل ده وزير الاثار كان لسه مكرمه وقايله اي حاجة عايزها احنا تحت عمرك دي برضو شابه للوزير سعف علي ليه استضافه في مكتبه وقال له اللي انت عايزه الولد بيبيع شربات مش عيب خالص ان انت تنزل وتكون بتبيع شربات او بتبيع حاجة لأكل عيشك وان انت تبني اسرة وتبني كيان وتكون شايل اسرة باكملعة على عاطقك تحية مني لك يا علي تحية مني لك انا عايزة اقولك انا مبسوطة بك جدا انت نموذج مشرف ويأمك اللي ربتك نموذج مشرف ان هي طلعتك راجل راجل من صغرك اهو ده ينفع برضو فيما بعد او من دلوقتي تقال عليه صاحب جدع صاحب جدع لأمه وإخواته ده الناس تتمنى تصحبه بالضبط لان اللي هو بيصق في اهله وبتعب عشانهم وبينسى كل حاجة وبيعمل كل حاجة عشان يسعدهم ده شخص اللازم الناس تحبه زي كده الراجل اللي بيحب مامته جدا تمام لازم مراته تحب ده فيه لان برضك هو يعني اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في حد فانا عايزة اوصل لرسالة صغيرة ان الصداقة اللي احنا بنتكلم عليها شيء نادر ان شاء الله يرجع تاني واكتر من الاول ننسى خالص كم العدد بالقصدقال انهم عمرهم ما كانوا بالكم يا نور لا مش بالكم الصداقة يا عيما بالنسبة لي باقة ورد باقة ورد مسح دمع من على الخد هي دي الصداقة الصداقة رئة قلب حتى مهما تكون زعلان معايا ومتخاني امه ويتعبان منه او في حاجة مفهوم وصلت غلط تمام استنى على صاحبك اصبر اقف معاه تقوله تعالى فهمني ما ترمهوش بباطل من غير ما تتأكد تمام ما ترمهوش بباطل من غير ما تشوف ايه الداعي او ايه الدافع اللي خلاه بعد عنك اللي خلاه معربش منك اللي خلاه كتم جواه يمكن انت مدتلوش المساحة فعشان كده بنقول لكل صاحب قرب على صاحبك لو انت فعلا جدع قرب عليه وطبطب وشوف هو من ايه تواجع شوف ازاي تعرف تطيب الوجع دوت ازاي ان انت توسي مش توسي بقى بمعلش وطبطبطن وخلاص لا توسي ان انت تقف جنبه وتبقى سنده تبقى عكازه في الحياة هو ده صاحب الجدع يا ايمن عايزين نترح مبادرة ان احنا كل واحد ناس يكلم صاحبه ما بيكلموش بقى له فترة يتصل بيه ويكلموه عايزين نفعل هاشتاج الصاحب الجدع رزق يا جماعة لو معاكم وريد الله نكون احنا مع بعض دايما واحنا بنتمنى ان احنا نكون بنحاول ان احنا نكون قدرنا او بنقدر نترح موضوع الناس مفتقدة وده سياسة البرنامج والاستاذة نور ربنا عزك يا ايمن صراحة هي صاحبة كل الافكار دي ربنا عزك ودايما كل افكارها الناس محتاجاها هي مش قصة الناس محتاجاها قصة ان الناس افتقدتها عايزين نعمل اعادة تأهيل عايزين نعمل هيكلة من اول وجديد للعلاقات العلاقات الاجتماعية هي اساس المجتمع العلاقات هي الود اللي بين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان اصلا في الكون تآلفه لتعارفه وتحبه احنا من هنا بنقدم رسالة حب رسالة حب بس تكون من القلب مش لمصالح ولا الاغراض الدنيوية ولا لهدف ما حطينه مستقبلا يعني يا اختي يا اخويا يا صحبي يا قريبي لما تيجوا تصاحبه صاحبه الصاحب الحق الصاحب اللي يبقى معاك على البينة الصاحب اليوم ما تغلط يقولك لا تعالى انت غلط انت فيه واحد اتنين ثلاثة بس تبينك وبينه مش على عموم معنا يا علا من المينيا كل حاجات معاكم السلام. معاكم السلام. معاكم سلامiosa عامات حمز يا قليل معاكم طبعا منور حضرتك ومنور ربني عايزك يا رب. بوناره على عالم وحضرتك برضو ان شاء الله الله يخلقه. الله يخلقه اخبه. الله يخلّقك تسلم يا رب.이 Würzag نظر با معاقفك ايه مع الساحب الجدع. بالنسبة للساحب الجدع ده، الساحب الجدع ده ابقى عبارة مراحت بمعنى أن الساحب كده ده ممكن يقابلك في الابتدائية في حياتك التراسية في الكلام ده كله وبعد كده بيعدي يختفي ويطلع بتاع الاعدادية كلية صاحب كده وبعدين بيعدي وبيقابلني في شغل صاحب كده وبعدين بيعدي فانا اعتقد ان الساحب كده دوت مش يعني فترات ما هواش طول العمر بس في الاستمر معاك من بداية لا بس في استمرارية في صاحب كده عليه استمرارية بس في صديق عمر في صديق عمر في صديق حياة حتى لو صديق العمر ده امراتك لو صديق العمر ده ابنك مش مشكلة بس في صديق عمر انا مكالم حضرتك والله يا ايمن بيع ان الساحب كده دوت اه في صاحب يمكن او اتنين اتنين او ثلاثة هو ده رقم المعتاد ولا مازلتش عن كده فعلا بناديك الصحة بنابارك في عمرك يا رب الله يا خليك فطبعا هو الصاحب الجدع ده رب دي حاجة موضوع كويس كل حاجة بس طبعا كنا موضوع قائم لكن كنا نضمه اصباح مع الاخوات مع هو الصاحب الجدع برضو الاخ صاحب جدع سلم لكل الحمد لله مضعته جدعين وقويسين نورتنا نورتنا عماد بيه وبصراحة نسوا عداني لها اسمينا صوتك معانا اتصال من عبدالرازق من المنصورة الو الو الحمد لله اه عبدالرازق عبدالرازق اللي انا قلت اسمه من شوية مضبوط الحمد لله حبيب ده عبدالرازق اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية اللي بقول العلاقة اللي حصلت بينه وبين صديق ليه اسمه محمود اللي انا شركت في البرنامج بتاع حضر الله يخليك يا حبيبي الله يخليك احكي ان انت بقى الموقف ده لان انا ممكن اكون حكيته كده من غير تفاصيل اتفضل عبدالرازق اللي يخليك يا حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي اللي يخليك يا حبيبي ربنا يخليك اللي يخليك يا حبيبي البرنامج ده كده انت بتربط من اقوله جديد وبتخلينا نجمع حبيبي حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك عبد الرازق ولا نقدر نستغنى عنك ربنا يخليك ربنا يدين المحبة دايما فالبرنامج ده كده هيساعدنا كثير اللي احنا نقدر نتوقفين مع بعضنا الله يخليك عبد الرازق انا اتكلمت على علاستك لمحمود لان انا من حاجات اللي انا بفرح بيها لما بشوفها قديم طبعا احنا طبعا لكل ده منك انت اخير الله يخليك عبد الرازق الله يخليك لسه موجودين ولسه ثالتك موجودة معنا في الخير وحاجه كويسا لانت تعمل البرامج ده ده عشالناس تستفيد من خبرتك تستفيد من الحاجات اللي اتك هتقولها والله يخليك عبد الرازق انا سعيد جدا نسمي لهم هتصوتك الله سعيد جدا نسمي لهم هتصوتك معنا محمد من الجيزة يا نور نورتنا عبد الرازق نورتنا ازاي حضرتك نورتنا محمد مزي مع حضرتك نورتنا يا استاذ محمد قولينا كده مواقف السحاب الجدع أهلم بيك يا فنديم أهلم بيك يا أستاذ محمد مناورين الدنيا و ربنا عايزك يا رب تسلم تسلم لنا يا رب تسلم لنا قول لي بتحكم إزاي على صاحب الجدع يا أستاذ محمد والله كانت في مدخلة من شوية بتوصل في الحل اللي أنا كنت عايز أقول وأن صاحب الجدع معارش زي الزمان للعب عملة نادرة بس موجود يا أستاذ محمد ما نقرتش هو موجود بس فيه الصاحب اللي انت بتشوفه كل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم فيه الصاحب اللي انت بدارش تبهد عنه فترة طويلة فيه الصاحب اللي انت بتحاول تسمعه على طول ربما ضغوط الحياة شوية خلت الموضوع ده معادش زي الزمان يا رب دايما كده الأمور تكون أحسن وتكون معاك أصدقاء دايما على طول وشرفنا بيك يا أستاذ محمد معك معنا أستاذ محمد مجيزة أهلا وسهلا فيه اتصال تاني أيما ما شاء الله لتصالات الناس برنامج ده بتاع الجمهور من بتاعهم احنا نتكلم بنشوف الواجع ايه وبنحاول نتكلم فيه لان احنا برضو تواجعنا قبليكو اه دي تفضل تفضلي ألو أيوة 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 نأمان نوارتينا يا دا شرف لينا والله ان انت دخلت على برنامجنا ونتمنى ان انت تكوني من متابعين لنا أستاذنك بس توطي صوت التلفزيون شوية أيوة حاضر قولي لي بقى حاجة كده فاكريها من مواقف الصحب الجدع ليكي وعندك فحب جدعان ولا معندكيش لا بنت فحب كتير طبا يعني أكيد قابلت فحب كتير أكيد لا المستمر معاكي المستمر المستمر في جدعانته المستمر في الطيبة بتاعته المستمر في حبه ليكي أيوة طبعا طب انت شايفة ان الدنيا دي محتاجة فعلا صاحب جدع هو صاحب الجدع فكرته عندك يا امان صاحب اللي هو صاحب المرحلة ولا صاحب الجدع اللي بيسندك وقت واجعك نعم ربنا يديم عليك صاحب العمر طبعا أكيد يا ربي ربنا يديم عليك الصحبة الحلوة احنا سعادة جدا يا امان ويديمك من متابعينا برضو يا امان هنختم تفضلي يا سيزنون عايزة اقولكو ان انا مبسوطة جدا الحلع ساعة فما بنلحقش من كتر اتصالاتكم ومشاركاتكم بجد اتصالاتكم كلها بسطتني على راسي ومبسوطة بيكو جدا ومبسوطة بايمن وصحاب ايمن اللي اتصلوا عليه عايزة اقولكو ان الحلقة الجاية حلقة مهمة جدا حلقة بتناقش مشكلة مسكوت عنهم مسكوت عنها برضو تكمل يا ايمن انت انا مش احنا هنطرح الحلقة ان شاء الله الاسبوع الجاي وهتنزل ان شاء الله في البرومو بتاع الحلقة الحلقة هتكون بتكلم عن قضية كبيرة اوي 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 احنا مبتدرش نتكلم فيها دايما وهتكون مفاجأة وهتكون معانا ولا مسكوت وشكرا جدا ان انتو كنتوا معانا النهاردة يا رب نكون قدرنا نسعدكم من مكاني ده ببوسة لكل صحابي الجدعان الجدعان وبس اللي نزلوا من قايمة حياتي لا ما ببعط لهمش بوسة انا ببعط لهم سلام السلام عليكم السلام